أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِلْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كثيراً ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الذنوب هي السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى الجحر والكفر والجحر هو كفر بالقول والفعل والكفر هو أعظم من الجحر هو الكفر وحدانية الله عز وجل كما في قوله تعالى وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تعَالَى وَلَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتٍ لَهِ فالكفر والجحر دائما يؤدي إلى الوقوع في المعاصي وإلى الوقوع في الردائل